الهدف من كل ما ذكرت هو الوصول إلى النقطة التالية تهدف لغات البرمجة إلى توفير العمليات الحسابية التي يستطيع الحاسب الآلي لقيم بها هذه العمليات تتسم بالبساطة إذا كنا نستخدم لغات البرمجة لأن الحاسب الآلي في الحقيقة يستطيع أن يفهم رقمين 0 و 1 التعامل عن طريق هذه الأرقام مباشرة مع الحاسب الآلي في غاية التعقيد لذلك لغات البرمجة تعتبر وسيلة تبسيط للتواصل بين المبرمج وبين الحاسب الآلي تختلف لغات البرمجة في هذه العمليات التي توفرها للمبرمج هناك مجموعة كبيرة من تصنيفات لغات البرمجة سنذكر هذه التصنيفات بشكل عام سنذكر لغات البرمجة بايثون بالتحديد في الجزء القادم من هذا الدرس أحد تصنيفات لغات البرمجة هو التالي الجزء الصلب في الحاسب الآلي يفهم 0 و 1 كما ذكرت أو ما يسمى بلغة الآلة تم صناعة لغات برمجة أخرى تحاكي اللغات المنطوقة للإنسان هذه اللغات تسمى اللغات عالية المستوى هناك لغة أخرى تسمى لغة التجميع تقع بين اللغتين فهي معقدة ومحدودة ولكن يمكن التعامل معها سنرى مثالاً لهذه اللغات لنرى فائدة اللغات عالية المستوى كالبايثون إذا أردنا القيام بعملية بسيطة جداً وهي تحويل قيمة متغيرين بينهما بمعنى نريد أن تصبح قيمة A هي قيمة B وقيمة B هي قيمة A فإنه باستخدام لغة البايثون يمكن ذلك عن طريق كتابة سطر واحد فقط في الحقيقة بايثون أسهل من لغات البرمجة الأخرى عالية المستوى كC++ وجافة على سبيل المثال للقيام بنفس هذا العمل قد تتطلب سطرين برمجيين أو أكثر لكتابتها بلغات برمجة أخرى لغة التجميع نرى أنها ممكن التعامل معها load swap ولكنها معقدة جداً ومحدودة لغة الآلة لا يمكن التعامل معها أبداً فهي معقدة جداً وغير مفهومة للإنسان لذلك هذه فائدة لغات البرمجة عالية المستوى كالبايثون من التصنيفات الأخرى لغات البرمجة هي الطريقة التي يتم بناء عليها تحويل لغة البرمجة أو البرمجية إلى لغة الآلة كل البرمجيات يتم تحويلها إلى لغة الآلة صفر واحد طريقة التحويل تختلف من لغة برمجة إلى لغة برمجة أخرى هناك اللغات المفسرة أو ما يسمى بالinterpreted languages وفيها يتم تحويل البرمجية خطوة بخطوة سطر بسطر إلى لغة الآلة تتميز هذه اللغات اللغات المفسرة بسهولة إيجاد الأخطاء البرمجية سنتحدث عن أنواع الأخطاء البرمجية خلال هذا الدرس ولكن تتسم بالبطء مقارنة مع اللغات المترجمة الcompiled languages والتي يتم فيها تحويل البرنامج كاملا إلى لغة الآلة مرة واحدة وتتسم بالسرعة ولكن إيجاد الأخطاء البرمجية أصحب اللغات الهجين وهي تجمع بين هذين الطريقتين لغة البايثون تحديدا من اللغات المفسرة كما سنرى معنى ذلك أوضح عندما نبدأ باستخدام لغة البايثون كل لغات البرمجة يتم دراستها بطريقة واحدة في الحقيقة أن النظريات الموجودة لدراسة لغة البرمجة بشكل مفصل نحتاج إلى وقت طويل جدا ولذلك سأركز على أجزاء بسيطة جدا من لغات البرمجة بشكل عام كمقدمة للغة البرمجة بايثون كل لغة برمجة تقدم وحدات بداية للغات البرمجة كل لغة برمجة تقدم Permitive Constructs تختلف لغات البرمجة في هذه الوحدات التي تقدمها للمبرمجة لنفهم ماذا تعني الوحدات البداية Permitive Constructs ممكن مقارنة لغات البرمجة باللغة العربية على سبيل المثال الوحدات البداية في اللغة العربية Permitive Constructs للغة العربية هي الكلمات بينما الوحدات البداية Permitive Constructs للغة البرمجة هي الأرقام الحروف اللاتينية والعوامل الرياضية سنرى Permitive Constructs للغة البايثون وسنركز عليها خلال هذا الكورس ويمكن دراسة لغة البرمجة عن طريق دراسة تراكيب الجمل البرمجية والتي تهتم بتحديد قواعد اللغة التي يتم بناء عليها معرفة التراكيب الصحيحة تختلف لغات البرمجة في قواعدها ومرة أخرى لنفهم ماذا نعني بتراكيب الجمل البرمجية يمكن مقارنتها باللغة العربية على سبيل المثال في اللغة العربية تركيب الجملة فعل فاعل مفعول به على سبيل المثال أكل محمد التفاحة بناء على هذه القاعدة نعرف أن الجملة أكل محمد التفاحة صحيحة تركيب الجملة صحيح بينما تركيب الجملة ذهب سيارة خالد غير صحيحة لأنها غير موجودة في قواعد اللغة العربية مثل ذلك تعمل لغات البرمجة في لغات البرمجة بايثون أحد تركيب الجمل هي literal operator literal سنفهم ماذا تعني بالتفصيل عندما نتحدث عن بايثون تحديدا على سبيل المثال ثلاثة فاصل اثنين ضرب ثلاثة فاصل اثنين صحيحة بينما ستة ضرب غير صحيحة بالنسبة للغات البرمجة بايثون معنى ذلك أنه في لغات البرمجة بايثون لا يوجد قاعدة يوجد فيها ستة ضرب كما لا يوجد في اللغة العربية قاعدة تقبل جملة ذهب سيارة خالد يمكن أيضا دراسة لغة البرمجة عن طريق المعنى الثابت للجمل البرمجية static semantic تهتم بتحديد قواعد اللغة والتي يتم بناء عليها معرفة التراكيب الصحيحة والتي تعطي معنى صحيحا مرة أخرى مقارنة باللغة العربية كل محمد التفاحة غير صحيحة لأنها حتى لو كان تركيبها صحيح فعل فاعل مفعول به إلا أنها غير صحيحة لأنها لا تعطي معنى صحيح مثل ذلك في لغة البرمجة لا نستطيع أن نقول ستة تقسيم ABC لأنه لا يوجد حتى لو كانت كما ذكرنا سابقا literal operator literal في لغة البرمجة ولكن لا يعني ذلك أنها صحيحة لأن معناها غير صحيح بعد ذلك بعد ذلك المعنى المطلوب للجملة البرمجية السمانتك تختلف لغات البرمجة عن اللغة العربية في هذه النقطة بمعنى يمكن للجملة الواحدة في اللغة العربية أن تعني أكثر من شيء ولكن في لغة البرمجة كل جملة برمجية تعني شيئا واحدا محددا فقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر